ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إن الله وأدناها ماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وفي يوم من أيام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مر في الطريق فرأى غص شجرة يؤذي المرة فنزل فقطع فشكر الله له فغفر له غص شجرة كان يؤذي المرة احتسب هذا الأجر هذا الرجل وجاء وقطعه ولما قطعه شكر الله سنيعه فكانت عاقبته أن الله تعالى غفر له وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الذين يؤذون الطريق اتقوا اللعانين قالوا ومن لعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم من الأذى الذي يعني نشاهده أحيانا تسلط بعض الناس بلسانه الطويل يعني الله يأخذ أمرك الله يعمل كذا وأحيانا هو المؤذي ويشتم وهذا أيضا لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده من لسانه ويده في أشياء تعتبر من صنائع المعروف ومن جميل الخصال يؤديها الناس في الطرقات منه إعانة المحتاج بعض الناس الآن في الطريق يقف به البنزين فيمر عليه كثير ما يشنون لكن يمر عليه المحتسب فيحمله ويذهب ويأخذ البنزين ويأتي هذا من إعانة أخيش المسلم ومن مواساته ومن صدقة الطريق من صدقة الطريق فبعض الناس الآن يعني وهذه مرة حصلت لنا يعني ينضرب الكفر ثم يرجع للإستبناء فيجدها أيضا بيشرة فيحتاج أنه يأخذ الكفر ويروح يصلحها ويجي إذا رزقه الله رجل يحب الخير يأتي ويأتي وإذا لم يرزق في الطرق الطويلة يبقى مدة طويلة خصوصا إذا كان معها أطفاله ومثل ذلك ما يضع أحبتي في الله أن الإنسان يساعد الإنسان في إصلاح ما قد يقع عنده من الخطأ في السيارة ويقع عنده مثلا حاجات ما يعرفها أو أو يحتاج مثلا إلى موهية في ديتر يحتاج إلى كذا فهذا من صنائع المعروف في الطرق هذا من من صنائع المعروف النبي صلى الله عليه وسلم يقول على كل سلامة من الناس كل صدقة كل يوم من تطلع في الشمس يعني كل يوم تطلع في الشمس على المفصل اللي فيك صدقة كم في الإنسان من مفصل؟ ثلاثمائة وستون مفصل لكن رب العالمين جعل بكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ومن أداب الطريق أيضا رد السلام وكان بعض السلف يخرجون من بيوتهم إلى الأسواق ليس لهم غرض إلا أن يسلموا أو يردوا السلام ومنها الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وبضل النصيحة للمسلمين وهذه من أهم الخصال بل إن نبي جعلها الدين فقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة فالمسلم يقدم النصح لكل مسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة على ذلك كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي فالبذل بذل الخير بالأمر معروف أنها منكر والنص هو من خصال الإسلام الهامة جدا ومن مجالات بذلها في الطريق